المشهد غاية في التعقيد دلالاته الميدانية حرب على إدلب أطلت برأسها من حميميم حيث تسير روسيا طائراتها لقصف المحافظة بينما في تركيا تقول الأوساط السياسية على رأسها الرئاسة إن مفاوضات لا تزال تجري حول مصير إدلب مع دائرة القرار المعنية بذلك والحديث هنا عن روسيا وإيران حتى أنقرة التي لم تغلق الباب أمام تجنيب إدلب حسما عسكريا تأخذ بعين الحسبان احتمالية التصعيد وعليه دفعت حسب وكالة الأناضول بتعزيزات عسكرية جديدة إلى حدودها مع سوريا التعزيزات شملت دبابات ومدافع وعربات مصفحة قد يدخل جزء منها نقاط المراقبة الاثنتين عشرة الموجودة في الشمال السوري بينما يرجح محللون أنها لا تعدو أن تكون خارج نطاق حفظ أمن الحدود على اعتبار أن تركيا لن تغامر بمعركة ضد حليفتيها روسيا وإيران مؤخرا برز بعض التحول في المواقف التركية حول إدلب التصريحات تدور في فلك الجانب الإنساني موجات النزوح المحتملة المساعدات الإنسانية الحديث هنا ينسب إلى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وهذا التوجه يبدو أن أنقرة ستتخذه منحا لمواقفها في الأيام القادمة فيما يظهر أنها اضطرت عليه بعد فشل جهودها حول إدلب خاصة وأن ستار قمة طهران أزدل كما شاء له فلاديمير بوتين وروحاني وعلى غير هوى أردوغان وأمنياته وفي الوقت الذي أخرج فيه القصف الروسي مشافي حاس والطامنة عن الخدمة أعلنت موسكو اختتام التدريبات المشتركة بين الأسطول الحربي والقوات الجوية الفضائية في البحر الأبيض المتوسط أما واشنطن فتدرس خيارات عسكرية للرد على أي هجوم كيموي على أدلب وبين هذا وذاك يقول مراقبون إن قرار الهجوم على المحافظة تخذ لكن قسمت الأدوار فالبعض سيتفرج والبعض الآخر سيشارك أما البعض سيدين ويستنكر ترجمة نانسي قنقر